فضيل الدكتور قبل الفاصل تسألنا عن المعايير أو العوامل التي يمكننا من خلالها تقييم نظام تعليمي أنه نظام صالح لما نتطلع إليه ونطمح إليه في ظني أن هناك معيارين أساسية المعيار الأول هو الملاءمة لباقي النظم الموجودة في البلد نحن نعرف أن النظام التعليمي لا يشتغل بمعزل عن النظم الموجودة يعني هو لا يعمل بمعزل عن النظام الاجتماعي لا يعمل بمعزل عن النظام الاقتصادي لا يعمل بمعزل عن النظام السياسي فالنظام الذي سنؤسسه أو نستورده أو نقتبس منه ينبغي أن يتلاءم مع الحالة الموجودة يعني مثلا في بيئة أمية لا يستطيع الآباء تقديم المعونة لأبنائهم في حل الواجبات على سبيل المثال لهذه البيئة لا ينبغي أن يعطى الطلاب واجبات لا يستطيعون حلها إلا بمساعدة آخرين لأن هؤلاء الآخرين ليسوا موجودين إذا أردنا أن نأتي بنظام تعليم مكلف يعني بكلف الطالب دفع فلوس يحتوي على الكثير من المرفهات والكثير من الرحلات والكثير من الأنشطة والملابس والأزياء كما هو يعني موجود الآن في بيئة فقيرة فمعنى ذلك أن قسما كبيرا من الطلاب لن يستطيع المشاركة لأنه لا يملك المال نظام تعليمي يحتاج إلى مساحات واسعة في بعض نظام تعليمية تحتاج إلى قاعات واسعة وقاعات مفتوحة ومساحات مفتوحة لا يستطيع أن نطبق هذا النظام أيضا في مدينة تقاس فيها المباني بالسنتيمتر بسبب ضيق الأماكن وغلاء الأماكن وكذا إذن هذه العلامة الأولى للنظام تعليمي الذي نريد أن نطبقه يكون ملائم للبيئة وأقصد بالبيئة النظم المختلفة المتوفرة في بيئة النظام الأمر الثاني هو النتائج وهناك شيء أنا أسميه عبقرية النتائج عبقرية النتائج كيف سنستدل على أن نظام التعليم في سنغفورة هو نظام جيد في المسابقات الدولية لما يذهب طلاب صف ثاني متوسط أو ثالث متوسط أو أول متوسط لما يذهبون إلى مسابقة في الرياضيات ونلاحظ أنه باستمرار هذه الدولة طلابها يكونون ضمن طلاب أفضل ثلاث دول على سبيل المئة هذا يلفت نظرنا أن هناك نظاما تعليميا يقف خلف هذا الأمر لكن لما نجد أنه والله هذه الدولة ما يوما ما خرج مجموعة من طلابها ضمن العشر أو العشرين أو الثلاثين أوائل معنى ذلك أن هذا النظام وأشياء أخرى هذا النظام مريض يحتاج إلى إصحاح يحتاج إلى إصلاح يحتاج إلى شيء من التغيير والتطوير يعني في جامعة في اليابان طلاب أول متوسط من أبناء الأسر الراقية والثرية والمتعلمة واصحاب الطموحات العالية من أبناء من أول متوسط يعني ست سنوات نقول يبدأ أبناء هذه الأسر في دراسة الأسئلة أسئلة القبول في جامعة توكيو يعني ست سنوات وهؤلاء الأبناء يدرسون ويحولون تأمين إجابات على الأسئلة التي وجهتها جامعة توكيو خلال السنوات الماضية بجوز امتحانات عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين سنة يدرسون لماذا؟ لعبقرية النتائج لأنه في دراسة تقول أن وظائف المدراء التنفيذيين الموجودة في اليابان أربعون في المئة ممن يشغلون هذه الوظائف هم من خريجي جامعة توكيو يعني اليابان فيها أكثر من ثلاثمائة جامعة جامعة واحدة المدراء التنفيذيون ينتمون أربعون في المئة ينتمي إليها فهذا دليل أنه هي جامعة متقدمة لغاية إذن النظام الجيد هو النظام الملائم للبيئة أولا وهو النظام الذي يعطي نتيجي يعطي نتيجي وقل لك طبقنا هذا النظام من خمس سنوات من عشر سنوات ونتائجه هي كذا وكذا وكذا وفي دراسات في دراسات كثيرة الآن على خريجي الجامعات والمدارس وأين أصبحوا بعد عشر سنوات وبعد خمسة عشر سنة في دراسات حول هذا الموضوع ممكن الاطلاع عليها إذن ضابطان الملائمة مع بقية النظام والنتائج والنتائج التي تصدر على هذا اشتركوا في القناة